جلت المحكمة الدستورية النظر بالطعون المقدمة على انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري للاطلاع عليها والسماح للطاعنين بتقديم مذكراتهم القانونية فيما انتدبت المحكمة المستشارين للاطلاع على النتائج النهائية للطاعنين في نتائج الانتخابات الماضية للمجلس بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة الواردة من وزارة الداخلية أعلنت المحكمة الدستورية أنها ستسمح يوم قد للطاعنين في نتائج الانتخابات الماضية لمجلس الأمة بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة بالاطلاع على النتائج التفصيلية الواردة من وزارة الداخلية وذلك في مقر المحكمة بقصر العدل وقال نائب محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوع أن المحكمة انتدبت عضوي المحكمة المستشارين خالد لوقيان وابراهيم السيف للانتخال إلى مجلس الأمة لفتح بعض الصناديق الانتخابية بالدائرة الأولى واستخراج أصول المحاضر للتأكد من النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة فيما يخص الصناديق في تلك الدائرة ولفت المستشار المطاوع إلى أن المحكمة الدستورية ستنظر في جلسة التاسع من الشهر الجاري في الطعون الانتخابية بالدائرتين الانتخابيتين الرابعة والخامسة في انتخابات مجلس الأمة الماضية فيما أجلت المحكمة الدستورية النظر في الطعون الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة السابع والعشرين من شهر اكتوبر للإطلاع وتقديم المذكرات وأوضح المطاوع أن المحكمة الدستورية نظرت اليوم في 22 طعنا واستمعت إلى أقوال الطعنين واستكملت إجراءاتها القانونية بعدما وردت إليها النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات من وزارة الداخلية فيما لم ترفض المحكمة الدستورية أي طعن حتى الآن